السلام عليكم نسل خير خوتي خواتتي أنتم على قناة جليل شنال الحياة بفرنسا فيديو اليوم سيكون كذلك فيديو جديد واللي يتضمن مجموعة الأخبار وكذلك في الآخر سنحاول أن نعطي معلومة هذه المعلومات ربما يكونوا معلومة ربما يكونوا خبر ربما مهم خدهم كما كما بغيتوا يعني ولكن ستستفيدوا منه الفيديو كامل ستستفيدوا منه بحيث أنه أي حاجة نقدمها سنحاول على أسألك تستفيدوا تخرجوا بالفيديو بشي حاجة جديدة بالنسبة بغيت فقط أنني ألقي واحد تحية وقال إخوان ولا الأخوات الناس الخير اللي متابعيني في القناة واللي تلاقيت معكم سواء هذا الصيف ولا تلاقيت معكم في فرنسا ولا حتى الأخت اللي تلاقيت معها اليوم ولا المهم قاعد ناس الخير ووحد الحاجة اللي أطارت انتباهي سبحان الله منين كانت لقى معاشي واحد فيكم كانحس في عينكم واحد الفرحة واحدة أنا كانت فرحانة حاجة أخرى أنني لقيت يعني هاد الناس المهم الحمد لله الحمد لله كتحسهم ناس لهم كما كيقول إخوانا المصريين شبهك يعني ناس لهم بحال كيكونوا بوساطاء كيكونوا متخلقين كيكونوا ناس زينين رائعين المهم الحمد لله وهذا الشي فرحني فرحني أنه فعلا إذا قلت ناس الخير إيو القناة فعلا فيها ناس الخير كنوجه لكم تحية وأي واحد سبحان الله شافني في الزنقة ولا شافني في البيوس ولا في الطرام ولا في سيارة ولا أبغيتوا أنكوا تتأكدوا واش أنا هي حيث الأغلبي اللي كجاندي كيقولوا لي واش أنت هي ولا اللي لو لحنا ريش بهنا كنقولهم لارا أنا هي يعني مرحبة عادية الأمور عادية سي نبدأ معكم نبدأ معكم بالخبر الأول واللي كيخص لبيال لبيال هي ألوكاسيون برسوناليزي أولوجمو هاد الألوكاسيون برسوناليزي أولوجمو هي مساعدة دي الكيراء اللي كتعطينا يا الناس بفرنسا اللي بغيت نقول لكم والخبر وأنه سوف يكون فيها واحد ما يسمى غيوالوريزاسيون وهي واحد زيادة فيها اللي غادي تكون ابتداءا من اللي برمي اوكتوبر من المعني وكيف يعني انهو تعارفوا رسكم موش معنيين ولا لا بخصوص هاد زيادة غادي تكون من اللي برمي اوكتوبر كتكون ترتكز على ماذا؟ على المدخول ديالكم على أفراد العائلة ديالكم وكذلك على لفيل ديالكم نعم المدينة اللي كتتتكنو بها يعني هادو سيدي كريتر اللي كاينين في لدووجمو يشوفوا بشحنتو مفددار وكيشوفوا كذلك المدخول ديالكم وكيشوفوا لفيل ديالكم لذلك فاش كندكلاريو لزامبو كيكونوا عندها معلومات علينا المدخول وكذلك شحال عدد أفراد الأسرة فاش كندكلاريو اللاكاف كتكون عارفة المدخول وعدد أفراد الأسرة لا بيال كولي كتعطيها لا بيال كتعطيها لا كاف وكتعطيها الأميسة بالنسبة للناس يكيسمعوا أول مرة الأميسة هم الناس اللي يخدامين في القطاع الفلاحي كيكونوا مسجرين في الأميسة اللي بغيت نقول لكم كاين كذلك لا بيال اللي هي اد بيكسوناليزي ولوجمو وكاين لا ال اف ربما أول مرة تسمعوها وهي اد لوجمو فاميليال هادو كامل كنت هدرت عليهم زمان يعني كنجيش نهار نعم ونهدر عليهم وكي الال اس هي الوكاسيون لوجمو سوسيال ولكن شكولي معارو في فرنسا أكتر حاجة كيستفدوا من هالناس في المساعدة وهي لا بيال كيفاش غادي يكون كيف قلت لكم بما انه غادي الناس يعني بما انه كدروا التصريحات في الكاف وكدروا التصريحات في الضرائب غادي يكون هاد القيمة اللي غادي تلاحظوها وغادي تكون ابتداءا من شهر اكتوبر غادي تكون اوتوماتيكية لأنه عندهم كل المعلومات ديولكم طبيعة الحال يشوفوا المدخول على الأفراد الأسرة وحسب كذلك كيف قلت لكم المدينة اللي كتسكنوا فيها صحيح؟ هاد القيمة سواء كانت كبيرة بما حال غادي تقدر تقولوا لي بما حال غادي يزيدوا غادي يزيدوا ثمانية أورو لستة أورو لعشرة أورو نظن ما تدرسيش عشرة أورو يعني هذه المساعدة اللي عندكم ما تدرسيش عشرة أورو أما بنسبة للناس اللي كاي بغوا يعرفوا يعني ضغياء 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 زربان زربان وواش عندهم الحق يزيدوا يعني وواش يستفدوهما او ما ما يستفدوش تقدروا انكو تدروا السيميلاسيون في بغانتغنات وهكذا باش تعرفوا حاجة اخرى اللي بغت انني نبارتاجها معاكم باش انني ما ننسى لكم اه بنخصوص هذه الليزات الثالثة اللي قلتهم لكم في نهار ندير واحد لفيديو ونجمعهم لكم بثلاثة هكذا نهضر لكم أكثر عليهم نمشي معكم الخبر الثاني تداكر اللي كانت كتتباع في الألعاب الأولمبية هنا بباريز بالنسبة للناس ربما اللي كانوا ما سافروش يعني البلدان هم وقلسوا هنا يا راح كان وصل تذكيره اربعة اورو يعني غالي بزاف بزاف هاد تذكيره اللي اربعة اورو بطبيعة الحال فقط ابتداءا من اليوم عاد باش انه هبطات وولات الثامن الاصلي ديالها اللي هو جوج ارو وشي حاجة وجوج ارو وخمستاش ولا جوج ارو ودي سنتيم ولا مهم جوج ارو وشي حاجة يعني ولات الثامن المعتاد هنا بباريز كانت اربعة اورو في الفترة للألعاب الأولمبية حاجة اخرى كذلك بين الاخبار واللي نواصل على اساس انه الحكومة وديجا قلتها لكم في الخبر السابق انه كان فراغ حكومي مازال ما كانش حكومة من خلال هذا الخبر هذا كيكون مرتابط معه خبر اخر بالنسبة للقدرة الشرائية القدرة الشرائية وهو انه تم احصاء الناس من بعد ما دخلت من العطلة الصيفية تابعين ها يعني الدخول مدراسي را كان الناس المعنى مش المساعدة عند الدخول مدراسي الدخول مدراسي الكسوة المصروف الماكلة القازوال الاسيورانس مهم قاع لا شارج كان الناس تم احصاء بانه سبعة وثلاثين من الناس اللي ساكنين هنا بفرنسا غير دخلوا من العطلة استعملوا الديكوفير وكذلك استعملوا الناكونت بالنسبة للناس اللي لا يعرفوا ما هو الناكونت وهو انكو تطلبوا من المشغل ديلكم انه يسبق لكم ولو جزء من الشهرية ديلكم قبل ما يكمل الشهر يعني هذه هي الخبر دي القدرة الشرائية نمشي معاكم الاخر حاجة واللي هي كتهمكم تهم الأمهات بزيف 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 بخصوص الوليدات نتوعكم ولابوخس هاد الشهر هادا فاش بديت الفيديو تكلمت لكم عدة مرات على لابوخس ولكن كل ما كانت كلمة على لابوخس كان زيد نعطي معلومات اضافية ما كان عاودش غير نفس الحاجة صيي وخا نعاود نفس الحاجة ولكن اضيفوا عليها بالنسبة للابوخس كما قلت لكم من قبل ونعاود نقولها لكم يبدأ من 5 سبتمبر حتى 17 أكتوبر صيحة لكي تقدموا ملفات بالنسبة للناس اللي بارد تقدم ملفات نتعالى دومونت لكي يشوفوا شو ولداتهم عندهم حق في لابوخس وش لابوخس كتتعطا غير التلاميذ اللي كيكونوا في يعني كيقراءوا في المدارس العمومية لا كتتعطا حتى التلاميذ اللي كيتسجلوا في الزيكول بخيفة طبيعة الحق كيتقدم الملف كذلك الإدارة ديكول بخيفة اللي فيهم ولداتكم حاجة أخرى اللي بريدتكم تعارفوها كاينين ولدات اللي كيقراءوا عن بعد واللي كيتسمى لسنتر ناشيونال د رنسانيما نعم كيقراءوا عن بعد هادو عندهم التسجيل باش يطلبوا لابوخس ينتهي في 30 أكتوبر على عكس اللي قلتلكم الاخرين في 17 أكتوبر بريدتكم تعارفو واحد الحاجة إذا كانوا الولدات نتوعكم فسي أبي ولا باك برو ولا باك تكنولوجي ولا بروفي ده تكنيسيا غادي إذا كانت عندهم لابوخس غادي يزيدوا يطولهم واحد من البيم زيادة على البيم اللي كتكون كتر من 300 أورو اللي كتسمى بريم دكيب مو بمعنى إذا كانوا الولدات كيفوت لكم عندهم باك بروفيسيونال ولا كان عندهم سي ابي ولا باك تكنولوجي غادي يحتاجوا لوازم وهذا الوازم اللي غادي يحتاجوهم يعني غادي يعطو لهم إنسول فوة كتسمى بريم دكيب مو اللي كتكون كتر من 300 أورو 340 أورو ولا بحال هكذا سايي هادي معلومة عرفوها حتى وإذا كانوا الولدات كم دابا صغيرين يعني في الكولاجيو لا هادي معلومة خدوها باش تعرفوا من بعد إن شاء الله شوفاش ندير لكم تحتى من خلال أسئلاتكم فاش كندير لكم دفيديو غادي نقدير دفيديو هكا بالنسبة لولداتكم الكولاج الليسي بالنسبة للشابة بالنسبة للفرماسيون بالنسبة للبرمي بالنسبة للحوي يجرب حركة يعني الضمان اللي أنا فيه واللي نفهم فيه حاجة أخرى اللي بريتكم تعرفوها أنه التلاميذ اللي كيتخلوا على الدراسة ركاين ولدات اللي مثلا ما كيبغيش يكمل القراية كاين المهم كان شي معلومات مغاش نعطيهم دابا غادي نخلي نخصلهم فيديو غير بات نقول لكم إذا كانوا تخلوا عن الدراسة في فترة أقل من خمسة أشهر وبغوا أنهم يرجعوا للدراسة ولا يرجعوا لشي فرماسيون يعني يسجلوا يعني يولي ويسجلوا المدراسة ديالهم عندهم واحد البخيم تعسيسا أوه صيح يعني كتشجيع لهم صيح؟ معلومة آخرة وهكدا أختم بها لفيديو إن شاء الله تنشوفوا في فيديو آخر اللي كيكون في معلومات بزاف ومتنوعة بالنسبة للأمهات اللي كيقولوا لي أنه الإبن ديالي ولا الإبن ديالي دار 18 عام ولكن ما أعطاولهاش اللي بغتكم تعرفوا أنه إذا وليدتكم أتموا سنة 18 سنة قبل 16 شتمبر يعني لساس سبتمبر 2024 ما كيعتوهمش حاجة أخرى كتكون هذه أول حاجة وحاجة أخرى كتكون سبب أنه ما يعتوكمش ربما وكيكون وليدتكم ما زال ما كملوش 18 عام وما دليه هم فاش يديروا وليدتكم 16 عام من 16 عام من 18 عام خاص لك فتر رسلوا لها الوريقة أشنو ولادكم كي يديروا في هذه الفترة واش فورماسيون واش أنهم يكملون القراية ديالهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم ناس الخير خليونا فليكم وانتقنتعكم ربما شي واحد فيكم يقولون الخبر اللي يستفد منه أو المعلومة اللي يستفد منها أو ككل استفدتم الفيديو ككل رهما خلال شجعاتكم باش أنا عودكين كانت شجع وكانقدر أنا ننجير ندير فيديوهات مع السلامة نشوفكم إن شاء الله فيديو قادم إلى اللقاء إن شاء الله